وضعنا هذا النص من الأهرام سنة 1982 مع ما نسب اليوم للدكتور علي جمعة المفتي السابق للديارة المصرية دكتور يسر العزباوي وأنقل ما قاله بالتحديد وجه حديثه لمن وصفهم بالقتل والمجرمين والخارجين المختبئين في منطقة كرداسة قائلا أيها الأوباش المأجورون وأنا رؤوف بكم عندما أصفكم بأنكم أوباش فإذا حكمنا عليكم بالإعدام فقد نمنحكم حق إطلاق الشهادتين التي لا تستحقونها ثم تسأل هل أنتم عاقلون لا والله فقد ملتكم الأرض ولن تبكي عليكم السماء وواجبي أن أقول لكم توبوا إلى الله لقد غرر بكم إلى أي مدى يتطابق النصان إذا صح التعبير من حيث الشيطن الفصيل وفريق من المجتمع تم توطيئة لاستحلال القضاء عليك طيب أنا أتمنى ليه القوات المسلحة المصرية بالاحتلال الإنجليزي مفتي مصر يطلع يقول أوباش شوف شوف مفتي مصر السابق راجل علامة وقمة وقام في علم الدين يطلع يقول أوباش شوف أنا لسته في محل الدفاع عن الدكتور علي جمع دي النقطة الأولى النقطة الثانية جبب نستهجن الخطاب الديني المتشدد لدى جماعة الإخوان المسلمين على الطرف الآخر ننبذ أي لغة دينية لأن الرسول يعني ربنا مكتب